مصر التي تستهدف إصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد التابع لدول بريكس هذا ما أعلنه وزير المالية المصري محمد معيت خلال لقائه جمعة مع نائب رئيس بنك التنمية الجديد فلاديمير كاسبيكوف معيت قال إن بلاده تعتزم أيضا إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة بهدف إضافة فئات جديدة من المشروعات ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة في إطار رؤية 2030 نبقى في مصر حيث تعتزم الحكومة أيضا تشييد منطقة لوجستية خلف ميناء سفاق البحري باستثمارات بقيمة 50 مليون دولار بحسب مصدرين حكوميين تحدثا للشرق المنطقة اللوجستية التي قد تصل مساحتها إلى 100 فدان ستكون مركزا لتجميع وتفريغ البضائع من وإلى القطار الكهربائي السريع الذي سيلعب حلقة وصل بين موانئ البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف شركات موانئ أبوظبي وقاعتها في ديسمبر الماضي العقدة النهائي الخاص ببناء وتطوير محطة سفاق 2 بميناء سفاق البحري لمدة 30 عاما بمساحة 810 ألاف متر مربع تقريبا وأيضا في مصر قال مسؤول حكومي للشرق طلب عدم ذكر اسمه أن شركة شيفرون الأمريكية ستبدأ الانتاجة من حقل نرجس للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بمصر خلال النصف الأول من 2025 بكميات تصل إلى 600 مليون قدم مكعبة في المرحلة الأولى وبحسب المسؤول الحكومي فإن انتاج الشركة من الحقل قد يصل إلى مليار قدم مكعبة خلال عامين من بدء الانتاج وتمتلك شيفرون الأمريكية وIEOC production التابعة لشركة إيني الإيطالية حصة 45% لكل منهما في الامتياز فيما تمتلك شركة ثروة للبترول المصرية حصة 10% موسيقى